بسم الله الرحمن الرحيم الطلبة الأعزاء أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير وأهلا وسهلا بكم في مساق مناهج البحث العلمي بعد أن انتهينا من التعرف على أنواع المناهج المستخدمة في البحوت العلمية سنتعرف إن شاء الله في هذه المحاضرة على خطوات إعداد خطة البحث الخاصة بالبحوت العلمية وبداية عزيز الطالب ينبغي علينا أن ندرك أن البحث العلمي الناجح يسير بخطوات أساسية وجوهرية هذه الخطوات يعالجها الباحثون بالتسلسل المتعرف عليه الذي سنتعرف عليه إن شاء الله في هذه المحاضرة ولكن تختلف الزمن والجهد لكل خطوة من تلك الخطوات حسب البحث نفسه وحسب طبيعة المنهج المستخدم وأيضا حسب قدرات الباحث كذلك في كثير من هذه الخطوات تتشابك فيما بينها فكل خطوة ينبغي أن تنتهي لتبدأ الخطوة التي تليها فالبحث العلمي في إجراء البحث العلمية له أول وله آخر ينبغي التعرف عليها وإدراكها جيدا وأيضا ينبغي علينا عزيز الطالب بعد ذلك أن نتعلمها لنعرف كيفية إعداد البحث بطريقة صحيحة فغالبا ما تتبع خطوات البحث العلمي بشكل عام ترتيب معين أول تلك الترتيب كما قلنا تصميم خطة البحث سنتعرف عليه إن شاء الله في هذه المحاضرة ثم بعد ذلك جمع البيانات والمعلومات الخاصة بالموضوع الذي اخترناه وتحليلها وتنظيمها بشكل مرتب وينتهي البحث العلمي بالنتائج والتوصيات وكتابة تقرير البحث ملاحظ عزيز الطالب هنا أن خطوات خطة إعداد البحث العلمي لها مجموعة من الخطوات وهي أمامكم عزيز الطالب وتبدأ هذه الخطوات إما بتحديد الفكرة أو الموضوع أو المشكلة تلك ثلاث مسميات لشيء واحد وهو اختيار الموضوع فينبغي قبل البدء بخطوات البحث العلمي أو خطة البحث أن يختار البحث الموضوع الذي سيعالجه كما قلنا أن البحث العلمي هي مشكلة تؤرق البحث تجعله يفكر فيها يجمع المعلومات عنها فأول تلك الخطوات هي تحديد المشكلة أو الفكرة أو الموضوع ثم بعد ذلك تصير الخطوات مرتبة ترتيبا منطقيا بعنوان البحث ثم مقدمة البحث والمشكلة فالفروض أهمية والأهداف ومنهج وأدوات البحث إلى أن ينتهي إلى كتابة المصادر والمراجع وسنتعرف إن شاء الله في هذه المحاضرة على كل خطوة من خطوات البحث العلمي فنبدأ عزيزي الطالب بتلك الخطوات فكما قلنا عند قيام البحث بإعداد خطة البحث ينبغي عليه أن يتنبه إلى تلك الخطوات التي تبدأ واحد بمشكلة البحث ما تعريف مشكلة البحث؟ كما قلنا منذ قليل أن البحث العلمي هي مشكلة تؤرق البحث ويجعله يفكر بها كثيرا أما تعريف مشكلة البحث فهو تساؤل يدور في عقل ودهن البحث حول موضوع هذا الموضوع يكون غامض مبهم بالنسبة للباحث فهو يحتاج إلى تفسيره ويضاح تلك الغموض والإبهام الذي يشكل هذا الموضوع أو هو كل ما يحتاج إلى حل وإظهار من نتائج أو كذلك هو الموضوع الذي يختاره الباحث وهذا الباحث يختاره نتيجة شعوره بهذه المشكلة من نتيجة مثلا أن يكون هذه المشكلة من المشكلات المجتمعية الواقعية وهذه المشكلة تحتاج لإشراء البحث طيب من خلال هذا التعريف لمشكلة البحث ينبغي علينا أن ندرك أن مشكلة البحث هي تنبع من شعور الباحث إما بحيرة أو غموض تجاه الفكرة أو الموضوع الذي يختاره أيضا مشكلة البحث هي عبارة عن سؤال هذا السؤال يحتاج إما لإجابة أو هو موقف غامض يحتاج إلى تفسير أو هي حاجة لم تلبع عند الباحث ولم تشبع فالباحث بدونه يقوم بإعداد بحث علمي كامل إما ليجيب عن هذا السؤال أو ليزيل الغموض أو ليشبع حاجة عندهم وقد يبدأ الباحث دراسته أيضا وليس في ذهنها أي شيء سوى فكرة عامة أو شعور غامض عن شيء معين أو مشكلة معينة ولكن من خلال البحث والتقصي يعيد صياغة المشكلة بطريقة منظمة أيضا من خلال هذه التعريفات ينبغي أن ندرك أن المشكلة قد تكون مركبة ويقوم الباحث بتحليلها وتزيئتها إلى عدة مشكلات تمثل كل منها مشكلة فرعية يساهم حلها يساهم في حل جزء من هذه المشكلة الرئيسية وهنا ينبغي أن ننوح عزيز الطالب أن البحث العلمي كلما كان دقيقا كان مركزا في جزئية معينة فالبحث العلمي لا يحب العموم والشمول فكلما كان تنكيزي على موضوع معين يستطيع البحث جمع المعلومات ومعالجته بطريقة منظمة أيضا تزول مشكلة البحث التي اختارها البحث إما كما قلنا بتفسيرها وإضاحة أو إيجاد حال مناسب لها أو إشباع أيضا كما قلنا حاجة عند البحث وهنا يأتي السؤال الذي بعد ذلك سنتناوله ما هي منابع مشكلات البحث من أين يأتي الباحثين بمصادر بحثهم من أين واحد من خلال الخبرة الشخصية فما المقصود بالخبرة الشخصية فالإنسان عزيز الطالب أو الباحث يمر بتجارب عديدة هذه العديدة تكسبه العديد من الخبرات وتتير عنده الكثير من التساؤلات التي تجعله منارا للدراسة والتحرية وبالتالي يقوم بإجراء دراسة لمحاولة الوصول كما قلنا إلى شرح أو إجابة عن سؤال تتير هذه المشكلة أيضا من مصادر المشكلة التي يوجدها الباحث قد تكون من نتيجة دراسته أو القراءة الناقضة التحليلية التي يقوم بها فالقراءة الناقضة هي عبارة عن أن يقوم الباحث بتصفح الكتب والدوريات ورسائل الماجستير والدكتوراه وغيرها من المراجع والمصادر التي قد تتير في دهن الباحث عدة تساؤلات لموضوعات معينة فقد يجري بحوت ليتأكد من صدق هذه المعلومة أو يجري بحث لأنه يشك في صحة معلومة معينة فالقراءة المستمرة هي التي تجعل الباحث يكون عنده النقد البناء ليعرف مدى صحة هذه المعلومات من عدمها فالقراءة الناقضة التحليلية هي المصدر الثاني من مصادر الحصول على مشكلة الباحث أو تحديد الفكرة أو اختيار الموضوع أيضاً عزيزي الطالب المصدر الثالث من هذه المصادر وهي الدراسات والبحوت السابقة حيث أن البحوت السابقة متشابكة ويكمل بعضها بعض وكما قلنا في الفرق بين رسائل الماجستير والدكتوراه قلنا أن رسائل الماجستير الباحث يكمل مشوار ما سبقه من الباحثين ولكي يكمل للباحث هذا المشوار ينبغي الاطلاع على هذه الدراسات من رسائل الماجستير والدكتوراه لأنه قد يكون صاحب هذه الدراسة لم يتمكن من التوصل إلى جميع أو الإمام بجميع الظاهر المتعلقة بهذه الظاهرة وتحقيق جميع النتائج إما لضيق وقته أو لعدم توفر الإمكانات أو لأنه أراد أن يمكن نفسه من موضوعه فلا يريد أن يخرج عن الموضوع الذي حدده فيلفت النظر إلى ضرورة إجراء دراسات متممة ومن هنا يكون هذا منبع للدراسات السابقة وينبغي هنا التنويه أن البحوط الرسائل الماجستير والدكتوراه في نهاية تلك الرسائل في جزئية مسمية بالعناوين المقترحة أو الدراسات المستقبلية المقترحة هذه هي التي يقترح الباحث في نهاية إجراء بحثه إلى بعض العناوين أو الموضوعات التي تكون مهمة لإجراء البحوط عليها أيضاً النقطة الرابعة من المصادر المصادر لتحديد مشكلة أو موضوع أو فكرة هي المشكلات المجتمعية التي يواجهها المجتمع فالباحث هو جزء من هذا المجتمع يدرك جميع مشكلاته ويحاول الباحث أن يحل تلك المشكلات لأن هذه المشكلات تمث الباحث كونه جزء من هذا المجتمع وأجريت العديد من البحوط من خلال المشكلات التي يواجهها الباحثين ويتعرضون لها أيضاً من المصادر في جمع أو تحديد الفكرة والمشكلة أو الموضوع وهي حضور المؤتمرات والندوات العلمية التي قد تتير عند الباحث في دهن العديد من المواضيع خاصة وأن المؤتمرات العلمية والندوات هي تعالج موضوعات جديدة ومتنوعة فالمؤتمرات العلمية في حضور المؤتمرات والندوات العلمية تفتح آفاق للباحث للتعرف على مشكلات ودحديد عنوين جديدة ومبدعة سنتعرف بعد ذلك على مواصفات تلك المشكلة لكي تكون مشكلة الباحث جيدة ينبغي أن تلتزم بهذه المواصفات فأول تلك المواصفات أن تستحرد على اهتمام الباحث وأيضا تتناسب مع قدراته وإمكاناته وهذه نقطة مهمة فينبغي على الباحث أن يعالج مشكلة وفق قدراته البحثية والمادية أيضا فكلما كان موضوع البحث مناسب مع إمكانات الباحث المادية والفكرية والبحتية كان الباحث كان البحث نتائجه قوية وسليمة أيضا من المواصفات مشكلة البحث الجيدة أن تكون ذات قيمة علمية بمعنى أنها تمثل إضافة علمية في مجال تخصص الباحث تضيف شيء علمي جديد وأيضا تكون ذات فائدة عملية أي ممكن تطبيق نتائجها في الواقع الملموس والواقع العملي وأيضا أن تكون سارية المفعول بمعنى أنها قائمة ومستمرة فلا ينبغي أن يدرس الباحث مشكلة تم حلها وانتهى منها البحث أيضا أن تكون جديدة غير مكررة أو منقولة أيضا تكون واقعيا تمس الواقع الذي نعيش فيه وليست من ضرب الخيال أن يكون محددا وكما قلنا منذ قليل أن البحث العلمي كلما كان دقيقا ومحددا وغير متشاعب استطاع الباحث أن يلم بجميع جوانبه وأن يعطي نتائج أدق أيضا من مواصفات مشكلة البحث الجيدة أن تكون قابلة للباحث تتوفر المعلومات والتسهيلات التي يحتاجها الباحث وتكون في متناول يديه وأن تتفق كما قلنا مع إمكاناته المادية والبحثية وأن تتوفر لديه المصادر التي سيجمع منها المعلومات والبيانات التي سيبني عليها تلك المشكلة والخطوة الثانية من خطوات أعداد خطة البحث وهي عنوان البحث ففي هذه الخطوة بعد أن يقوم الباحث بتحديد مشكلته يبدأ الباحث بالقراءة عن هذه المشكلة وجمع جميع المعلومات والمصادر عن تلك المشكلة ليستطيع أن يصيغ عنوان هذا العنوان سيعالجه في دراسته ويجب على الباحث أثناء اختراع العنوان أن يراعي الأمور التالية أهم تلك الأمور أهم تلك الأمور واحد أن يكون العنوان مناسب فلا يكون طويل ممل ولا قصير مخل وحدد الباحثون أن العنوان المناسب لا يزيد عن 12 كلمة وآخرون قالوا 15 كلمة فإجمالا أن عنوان البحث يكون بكلمات لا تزيد عن 15 كلمة أو 12 كلمة فلا يكون طويل ممل كما قلنا ولا قصير مخل أيضا ينبغي على الباحث أثناء صياغة العنوان التأكد من اختيار العبارات المناسبة والابتعاد عن العموم فكما قلنا ينبغي أن يكون محددا ودقيقا وأن يرتبط بموضوع البحث بشكل جيد وأن يتناول عنوان الدراسة تتناول مكان أو المؤسسة المعنية بالبحث والفترة الزمنية أيضا يحدد المشكلة ويحدد متغيراته بطريقة دقيقة هذا بالنسبة لعنوان البحث بالنسبة للمصادر التي من خلالها يستطيع الباحث أن يختار عنوان البحث أول تلك المصادر وهي كما قلنا رسائل الماجستير والدكتوراه من خلال هذه الرسائل توجد في نهاية أو في خاتمة تلك الدراسات مواضيع بحثية مقترحة يقدمها الباحثون في نهاية إجراء بحوتهم وهي تساعد الباحثين من بعدهم في صياغة العنوان واختيار أيضا المشكلة أيضا المصادر الثاني من مصادر اختيار الأنوان التقارير والإحصائيات فهي تبين حقيقة الأوضاء بالنسبة للموضوعات المختلفة وتوجد الأقام والإحصائيات الخاصة بوجود مشكلة في ضواهر معينة تحتاج إلى حل وإلى دراسة أيضا المصدر الثالث من مصادر اختيار العنوان الكتب والمراجع كما قلنا في تحديد المشكلة أن القراءة الناقضة تساعد في تحديد المشكلة وأيضا الكتب والمراجع والقراءة المستمرة تساعد في اختيار عنوان البحث أيضا من ضمن المصادر البحوت والمقالات العلمية المنشورة كما قلنا المقالات العلمية هي التي تقدم للباحثين وتعالج الموضوع بطريقة محددة ودقيقة وتساعد الباحثين الآخرين وتفتح لهم أبواب لموضوعات جديدة متبطة بالبحوت أو المقالات السابقة أيضا من تلك المصادر أراء الخبراء والمختصين فالخبراء والمختصين لديهم العديد من الخبرات في مجال العمل أو غيره ولديهم القدرة على تحديد وصياغة مشكلات جديدة متعلقة بتخصصاتهم أيضا من مصادر اختيار عنوان البحث قد تكون تكليف من جهة معينة فقد يكون البحث يعمل في مؤسسة معينة وتلك المؤسسة تريد أن يقوم البحث بدراسة موضوع بعينه وتتم صياغة هذا العنوان بناء على ذلك هذا بالنسبة لصياغة العنوان الدراسة وكما قلنا أن أهم ما في العنوان أن يحدث منتغيرات الدراسة بطريقة صحيحة النقطة الثالثة من خطوات أعداد خطة البحث وهي مقدمة البحث بعد صياغة المشكلة وصياغة عنوان المشكلة يبدأ الباحث بكتابة مقدمة في حدود صفحة أو صفحة ونصف يهيئ القارئ لمشكلة الدراسة وهدفها المقدمة تجتمع على مجموعة من الفقرات مرتبطة ارتباطا وطيقا بعنوان البحث وبالمشكلة أيضا فالمقدمة هي مبارة عن ملخص لما يريد البحث أن يقوم به في هذا البحث يعني إذا أردنا قراءة هذه المقدمة نفهم ماذا يريد البحث من هذا البحث وبالمناسبة لكتابة أو لصياغة مقدمة البحث ممكن أن يعتمد البحث على الطريقة الاستنباطية أو الاستقرائية هي الاعتماد من الجزء والوصول إلى الكل أو يبدأ بالكليات والعموم ثم يتوصل إلى الجزئيات أما بالنسبة للخطوة الثالثة من خطوات إعداد خطة البحث وهي صياغة المشكلة فينبغي بعد كتابة المقدمة أن يكتب البحث أن يصيغ البحث مشكلته بطريقة صحيحة وذلك بداية بكتابة فقرة بسيطة بشعوره بالمشكلة كيف شعر بهذه المشكلة؟ كيف وجد هذه المشكلة؟ وهناك بعض الطرق أو هناك ثلاث طرق لصياغة المشكلة الطريقة الأولى وهي الصياغة اللفظية التقديرية وهي يكون عبارة عن فقرة يكتب فيها الباحث يستخدمها الباحث هذه الصياغة اللفظية التقديرية إذا كان بحثه يحتاج إلى استكشاف أو إذا كان بحثه أو موضوعه جديد فهو يريد في هذه الحالة لجمع معلومات بمعنى لا توجد في دهنه أسئلة معينة يريد البحث عن إجابات لها فهو يريد التوصل لأكبر قدر من المعلومات وذلك لأن هذا الموضوع جديد ويريد الباحث الاستكشاف عنه هذا بالنسبة للطريقة الأولى الطريقة الثانية وهي الصياغة على هيئة سؤال ويستخدمها الباحث إذا كان عندما تكون المشكلة واضحة ومحددة ودقيقة جدا وهناك العديد من الباحثين يستخدمون هذه الطريقة لسهولتها وإنجازها للبحث طريقة منظمة فالباحث هنا يريد التعرف على سؤال أو أكثر يرغب في الإجابة عنها فيما بعد وتكون الإجابة على تلك الأسئلة إما بالدراسات النظرية أو الدراسات الميدانية الصياغة الثالثة وهي أن يصيغ المشكلة على هيئة فروض وهذه الصياغة يستخدمها الباحث لتنائم المشكلات التي يكون فيها إما متغيرين أو أكثر يريد للباحث إيجاد علاقة بينهما أو نفي علاقة وقد تكون هذه العلاقة إما طردية وأما عكسية الطردية بمعنى زيادة متغير يؤثر على هذا المتغير الثاني ويزيد أيضا والعكسية زيادة أحد المتغيران يقلل من وجود المتغير الثاني هذا بالنسبة لصياغة المشكلة والطرق المتوفرة لدى الباحث لصياغة مشكلته بطريقة صحيحة بعد ذلك نأتي للخطوة التي تليها وهي فروض الباحث فعلى الباحث في ضوء المنهج العلمي أن يقوم بوضع فرضية التي تؤدي إلى تفسير مشكلة دراسته وهنا ينبغي علينا التعروف ما المقصود بالفرضية الفرضية هي عبارة عن تخمين أو استنتاج دكي يتوصل إليه الباحث ويتمسك به بشكل مؤقت ولاحظة زيادة طالب أن هذا بشكل مؤقت لأن بعد الانتهاء من الدراسة إما أن يتأكد من صحة هذا الفرض وإما أن ينفي هذا الفرض فمن خلال هذا التعريف يتضح لنا أن الفرضية هي تفسير مؤقت أو محتمل يوضح العوامل بين المتغيرات التي يحاول الباحث أن يفهمها ويدركها في هذه الدراسة وهي أيضا تفسير مقترح للمشكلة الذي يريد الباحث أن يتناولها ويدرسها فهي تخمين واستنتاج يصوغ الباحث ويتبناه بشكل مؤقت لشرح بعض ما يلاحظه من الحقائق والضواهر فالفرضية تكون بالنسبة للباحث كالمرشد التي ترشده في هذه الدراسة وتوضح له الأشياء ولكن السؤال الأهم من أين يأتي الباحث بهذه الفرضية؟ الفروض كيف يصيغ الفروض؟ الفروض كما قلنا أنها برعا تخمين وهذا التخمين يتبناه الباحث بشكل مؤقت يصيغ الباحث من خلال اطلاعه على الدراسات السابقة وجمع المعلومات والبيانات فهذا التخمين ليس أشوائيا أو غير مدروس وإنما قائم على معلومات وحقائق إما من نظريات علمية أو من نتائج دراسات سابقة فينبغي التركيز عزيز الطالب على صياغة الفرض صياغة الفرض ينبغي أن يكون من نظريات علمية أو من نتائج دراسات سابقة فهو ليس أشوائيا يصاغ بطريقة أشوائية وإنما بطريقة منظمة تعتمد على الدراسة المتعمقة للنظريات العلمية وأيضا نتائج الدراسات السابقة وهنا عزيز الطالب ينبغي التعرف على أنواع الفروض الفروض العلمية نوعان الفرض المباشر وماذا يقصد بهذا الفرض المباشر؟ هو الذي يحاول الباحث من خلال صياغته إطبات وجود علاقة بين متغيرين سواء كانت هذه العلاقة إما طردية أو عكسية ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الباحث ينبغي أن يركز على وجود متغيرين أولا في بحثه أو في عنوانه يزيد وجود هذه العلاقة قد تكون طردية بالزيادة بينهما أو عكسية زيادة أحدهما يقلل من وجود الآخر لتوضيح ذلك هناك مثال فالمثال يقول زيادة العبء الدراسي تؤدي إلى ارتفاع المعدل التراكمي فهذا فرض يبين أن هناك علاقة ترضية كلما زاد العبء الدراسي يزيد المعدل فكلهما فيه زيادة فهي هذه علاقة ترضية أما بالنسبة للعلاقة العكسية العلاقة العكسية زيادة العبء الدراسي تؤدي إلى انخفاض المعدل التراكمي وهذا زيادة أحد المتغيرين يقلل الآخر هذه هي العلاقة العكسية هذا بالنسبة للفرض المباشر هو وجود علاقة هذه العلاقة إما أن تكون ترضية بالزيادة أو تكون عكسية بالنقصان أما بالنسبة للفرض الغير مباشر وقد يطلق عليه الفرض الصفري أو الفرض المعدم هو الذي يحاول الباحث من خلال صياغته نفي وجود أي علاقة بين المتغيرين ينفي وجود أي علاقة فمثال ذلك إذا قلنا على نفس المثال العبء الدراسي لا يؤثر على المعدل التراكمي فهنا نفينا وجود علاقة إما بالزيادة أو النقصان نفي وجود علاقة وهو ما نطلق عليه بالفرض الغير مباشر أو الصفري أو المعدم لماذا أطلق عليه صفري؟ لأن العلاقة بين المتغيرين صفر والفرض المعدم لأنه هناك نعدام وجود علاقة بين المتغيرين هذا بالنسبة لأنواع الفروض الموجودة في البحوت العلمية سنتعرف بعد ذلك على مكونات الفرضية بالنسبة للفروض كما قلنا الفروض تصاغ لإيجاد علاقة بين المتغيرين هذه العلاقة إذا كان الفرض مباشر تكون علاقة إما ترضية أو عكسية وإذا كان الفرض غير مباشر فتنفي وجود علاقة بين المتغيرات فالفرض هو علاقة بين متغيرين أحد هذا المتغيرات تطلق عليه المتغير المستقل والآخر بالمتغير التابع فما المقصود بالمتغير المستقل وما المقصود بالمتغير التابع المتغير المستقل هو الذي يرغب الباحث التعرف على أثره في متغير آخر بمعنى أن هذا المتغير هو الذي يؤثر في المتغير التابع المتغير المستقل هو الذي يصنع التأثير في المتغير التابع أما بالنسبة لتعريف المتغير التابع فهو النتيجة التي تنشأ نتيجة تأثير المتغير المستقل فالمتغير المستقل هو الذي يؤثر والمتغير التابع هو الذي يؤثر فيه المتغير المستقل هو الذي يؤثر ويغير في المتغير التابع فمثال ذلك إذا أعطينا هذا المثال ضعف العلاقة بين أولياء الأمور والمدرسة يؤدي إلى إهمال التلاميذ المتغير المستقل هو ضعف العلاقة التابع هو إهمال التلاميذ فضعف العلاقة هو الذي يؤثر في إهمال التلاميذ هذا بالنسبة لمكمنات الفرضية الفرضية ينبغي أن يكون فيها متغيرات أحد هذه المتغيرات تكون متغير مستقل والآخر تابع وهناك متغيرات عديدة ولكن سنركز في هذه المحاضرة على هذين المتغيرين وهو المستقل والمتغير التابع ثم نأتي بعد ذلك للتعرف على شروط الفرض أول تلك الشروط واحد إجازها ووضوحها بمعنى أنها تحدد المفاهيم والمتغيرات التي تتضمنها الفرضيات والتعرف على تلك المقاييس والوسائل التي سيستخدمها الباحث للتحقق من صحة هذه الفرض أيضا من شروط الفرضيات شمولها ورابطها واعتماد هذه الفرضيات على الحقائق الجزئية ويكون هناك ارتباط أيضا بينها وبين نظريات التي سبق الوصول إليها إما من نظريات علمية كما قلنا أو من نتائج الدرسات السابقة فينبغي أن يكون أن تفسر الفرضيات أكبر عدد من الظواهر أيضا من شروط الفرضيات قابليتها للاختبار فالفرضيات الفلسفية والأخلاقية يصعب أو يستحيل اختبارها في بعض الأحيان فينبغي أن يركز الباحث أن من شروط الفرضيات أن تكون موجزة وواضحة ومحدة فيها المتغيرات وأن يتم ربطها بالنظريات العلمية ونتائج الدرسات السابقة أيضا أن يكون الباحث قادرا على اختبار هذه الفرض بطريقة صحيحة نأتي بعد ذلك إلى الخطوة التي تليها من خطوات إعداد خطة الباحث وهي أهمية الدراسة وأهداف الباحث فهنا عزيز الطالب نقطتان اللي هي أهمية الباحث هاي نقطة ثم بعد ذلك أهداف الباحث وهنا أردت عزيز الطالب أن نفرق بين أهمية الباحث وأهداف الباحث فأهمية الباحث هي التي تشير هي التي تشير في الدراسة إلى أسباب اختيار هذا الموضوع لماذا اختار الباحث هذا الموضوع؟ يبرر الباحث الدواعي العلمية والعملية التي يريد التوصل إليها مشكلة الباحث سواء كانت نظرية أو عملية كيف سيسهم هذا الباحث في حل هذه المشكلة وماذا سيضيف الباحث إلى الإنتاج الفكري والعلمي بمعنى آخر أهمية الباحث ما هي الجهات التي ستستفيد من هذا الباحث عند إنجاز الباحث لباحثه ودراسته من الجهات المستفيدة من هذا الباحث هذا بالنسبة لأهمية الباحث إذا أراد الباحث أن يعمل عن التعليم الإلكتروني ومعدلات الطلبة في المؤسسات الأكاديمية الجامعة من الجهات المستفيدة من هذا الباحث؟ كما قلنا وزارة التربية والتعليم العالي الجامعات الأكاديميين أولياء الأمور الطلبة فهذا بالنسبة لأهمية الباحث طيب ما الفرق بين الأهمية والأهداف الباحث؟ كما قلنا أن الأهمية وهي التي توضح الجهات المستفيدة من هذا الباحث عند انتهاء الباحث من هذا الباحث ما الجهات المستفيدة من هذا الباحث؟ أما بالنسبة للأهمية فبالنسبة للأهداف عفواً فأهداف الباحث ترتبط ارتباط وطيق بمشكلة الدراسة بصياغة أسئلة الدراسة وفروضها فهنا بعد صياغة الأسئلة والفروض ينبغي تحويلها إلى أهداف مصاغة بشكل دقيق بحيث يتم قياسها والتحقق منها في حدود القيود الزمنية والمكانية التي وضحها الباحث من خلال عينة الدراسة كما أقدم أن الأهداف تنقسم إلى أهداف رئيسية أساسية وأهداف فرعية وتانوية هذا تقسيم الأهداف إلى أهداف رئيسية أساسية في هذا الباحث وأهداف تانوية يتطلع الباحث إلى التحقق منها وتوجيهها وتحقيقها بشكل صحيح فهنا عزيز الطالب الفرق بين أهمية الباحث وهي الجهات التي ستستفيد من هذا الباحث وأهداف الباحث وهي صياغة المشكلة والفروض بطريقة صحيحة لتحديد أهداف هذا الباحث والتحقق منها بشكل صحيح وهنا عزيز الطالب نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة وتعرفنا في هذه المحاضرة على أولى خطوات البحث العلمي لعداد خطة البحث كما قلنا تبدأ بتحديد المشكلة وصياغة عنوان المشكلة ثم بعد ذلك كتابة المقدمة وصياغة المشكلة وقلنا طرق صياغة المشكلة بعد ذلك الفروض وتعرفنا على شروط الفروض وأنواع الفروض وكذلك بعد ذلك أهمية البحث وأهداف البحث سنتعرف أيضا في المحاضرة سنكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة بقية خطوات البحث من منهج البحث وسنتعرف على منهج البحث وأدوات المستخدمة في البحث العلمية وأيضا سنتعرف في المحاضرة القادمة إن شاء الله على مجتمع وعينة الدراسة وحدود البحث المستخدمة في البحث العلمية أيضا سنتعرف في المحاضرة القادمة على الدراسات السابقة وما أهميتها في البحوت وكيف يمكن استخدامها بطريقة صحيحة في البحوت وكيف أيضا يمكن جمحها بطريقة صحيحة وما هي الجوانب الإجرائية التي تكتب في محاور الدراسات السابقة أيضا سنتعرف في الدراسات السابقة على كيفية ترتيب هذه الدراسات السابقة وكيف يمكن للباحث الحصول على الدراسات السابقة التي تمس الموضوع أو تكون قريبة من موضوع بحثه أو فكرته أو موضوعه أيضا سنتعرف في المحاضرة القادمة إن شاء الله على مصطلحات البحث وهلك للبحث العلمي أيضا سنتعرف على آخر نقطة من نقاط خطوات أعداد خطة البحث وهي تحديد المصادر والمراجع بهذا عزيز الطالب نقول قد انتهينا من هذه المحاضرة وينبغي أن نعرف أو أن ندرك أن البحوت العلمية بكافة أشكالها وأنواحها تبدأ بتحديد المشكلة وتنتهي بالمراجع والمصادر أي كان نوع هذا البحث وخاصة البحوت العلمية الدقيقة فهي تبدأ بتحديد مشكلة البحث ثم سياغة العنوان وبعد ذلك نبدأ بالخطوات التي تعرفنا عليها في هذه المحاضرة أترككم عزيز الطالب في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته